النقطة اللي هنتكلم عليها بعد كده واتذنكس بعد ما خلصت ان شاء الله وتخلص امتحانك وتاخد الريبورت اللي بطلع في ساعتها ان انت انجحت وعديت الامتحان وكده ايه المفروض ان انا عمله اولا هنتكلم من الشهادة مش نهاية المطاف انت اخدت الشهادة دي عشان تحقق بروشكت واحد عشان توصل او البروشكت الواحد اللي هو حصولك على شهادة الريسك مانجمينت بروفشنال وده اه جزء من الخطة الاستراتيجية بتاعتك عشان تحقق رؤيتك وانت شايف نفسك فين اه في مستقبلك وكيه وتتميز عن الاخرين وتلاقي لنفسك فرصة في المجتمع او في الوسط اللي انت فيه دي جزء من الموضوع ان انت الشهادة مش نهاية المطاف الجزء الثاني بقى ان انت الشهادة دي بتتجدد كل ثلاث سنين فكل ثلاث السنين انت المفروض او المطلوب منك ان انت اه تاخد سيرتين اه سيرتين اه سيرتين اه سيرتين ديفلوبمنت يونيت او بيديوز اه مطلوب منك تلاتين بيديوز في خلال التلات سنين ده عشان تخطأ ته تجدد الشهادة بتاعتك فاحنا نشوف برضو السايكل بتاعت الشهادة سيرت فكت سايكل هتلاقي ان انت في الاول بتعمل الابليكيشن واحنا عاملين فيديو خاصة عن الابليكيشن وزي يتملعه بعدك بتبدأ تعمل الابليكيشن كومليت ريفيو بيبقى في خلال وسن في خلال خمس ايام بيكون خلصان بعد ما بيخلص بيقول لك تقدر تدفع بتبدأ تعمل لو بعد البيمنت ظهر لك اودت يبقى انت كده دخلت في مرحلة اودت وده الكلام ده بياخد تسعين يوم عشان ياخدوا الحاجات دي وبياخدوا برضو حوالي اسبوع او حاجة عشان يرجعوا لو الحمد لله عديت الاودت يبقى انت كده دفعت يبقى ليك قدامك سنة ان انت تمتحن في خلالها لغاية ثلاث مرات ممكن تدخل امتحن ثلاث مرات بس ان شاء الله من اول مرة تكونوا موافقين خلاص ونجحت وكده يبقى ان في خلال التلات سنين دول لازم تاخد تلاتين بيديو وتجدد الشهادة انا طبعا هقلوك على سر بقى البيديو جميل جدا ازاي تقدر تاخد بيديوهات وطبعا ده بي ام اي مساعدان فيه من خلال الموقع الاتي موقع اه موقع اه بروجيكت مانجمنت اه دوت كوم الموقع طبعا ده اه بي ام اي اللي بتوجيهك له حتى ما تدخل ممكن تدخل بالاكاونت بتاع بتاع بي ام اي هتلاقي في الموقع ده وبنار الوبنار هنا اه بتعمل ارننج بيديو او بتعمل لايف اه وبنار او ان دماند وبنار على سبيل المثال لو عمانت دوسنا اه ان دماند وبنار هتلاقي كمية اه اه وبنارات او كمية اه محاضرات معروضة كمية كبيرة جدا ممكن تتفرج عليها وفعلا كمية اه مفيدة جدا وفيها معروضات قيمة جدا 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 وممكن تعمل سيرش فوق لو عاوز مثلا تدار او حاجة عن ريسك مانجمنت مثلا وعملت سيرش عن ريسك مانجمنت عشان تشوفها وبنارات في مجال ريسك مانجمنت هتلاقي هيطلع لك كمية حاجات جميلة جدا على ريسك مانجمنت بتدوس عليها ومن خلال مشاهدتك لها بتقدر تاخد بيديو هتلاقي مكتوب هنا مثلا ده بياخد وان بيديو كل ساعة تقريبا بتتفرج عليها بتاخد بيديو وفيه حاجات بتبقى 45 ديئة بس بتاخد واحد بيديو وتلاقي الكلام ده اوتوماتيك بما انك داخل بالبي ام اي اكاونت بتاعك اللي هو ده البي ام اي اكاونت بتاعك بتلاقي اوتوماتيك جالك ميل بعد يوم او يومين ان انت حصلت على بيديو لمجرد انت شهدت البديوهات دي انا اعرف ناس بعد ما نصحتهم بالموضوع ده دخلوا وخلصوا كل الفيديوهات المطلوبة منهم بانهم متفرجوا على كمية الفيديوهات كثيرة جدا بالاضافة انضاف لهم معلومات واستفادوا كويس جدا هو كده حقق الحاجة اللي احنا بنسعى لها وهو انه يحصل على سيرتي بيديو وفيه حاجات فيديوهات كمان بتاخد بيديوهات لبي ام بي ولل ريس كمانجمنت في نفس الوقت كده احنا اخذنا الموضوع من اول ومن اول ما حطيت رؤيتك واشتغلت عليها وعملت خطتك ونفستها وانجحت وان شاء الله تجدد الشهادة اتمنى لكم التوفيق وكان فيه نقطة بس اعوز اتكلم عليها بعد كده ان احنا هنقدم ايه من خلال كرصينا في المرحلة القادمة طبعا احنا رفعنا الكرصينا على يوديمي بناء على طلب الناس يعني فيه ناس طلبت عشان ياخدوا شهادة من يوديمي انا ما زلت كل الكرصات او كل حاجة بقدمها بنزلها فرفريا على اليوتيوب لان انا مؤمن ان حق كل الناس انها تتفرج على الحاجة كنا رفعناها بقى على يوديمي دي عشان خلص الناس طلبت انها تحصل على الشهادة بتاعتها فجما احنا مشتغلين على شكوين فيه جزء على اليوتيوب اللي عاوز يشاهد الكرصات بتاعتنا كلها فرفري مفيش مشكلة ويوديمي اللي عاوز يحصل على الشهادة وبرضه بأجر رمزي جدا ان شاء الله هنقدم في خلال نفس الكرص اللي على رفعناها مراجع على الاسئلة وده هتكون كل البروسيس هنعمل نظرة سريعة على العملية واسئلة وحلها على العملية نفسها وبعد النصايح والحية لهذه العملية اللي هو في البروسيس دي الكلام ده كله هيتضاف على الكرص بتاعنا وهيبقى تحديث للكرص ونحن الكرص كل فترة بنعمل تحديثات فيه والتحديثات دي مش تغييرات جزرية بس تنصيق بشكل افضل واضافة بعض المعلومات والاسئلة والتدريبات والبراكتس عشان يوصل لمستوى نتمنى ان شاء الله هنقدم من خلال الكرص جديد نجهز له لسه تطبيق اعمل ادارة المخاطر انا شايف ان احنا كل الناس عاملين ندرس نظري 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 عاوزين نجيب نمازج المستخدمة في كل العمليات ونشوف الادوات والاساليب المستخدمة مع امثلة عملية لها وده اللي هنقدمه ان شاء الله في كرص جديد خالص بانجهز له باذن الله انا بشكركم وتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح باذن الله وانا برحب بكم في اية اسئلة وبشكركم مرة تانية وتمنى لكم نجاح وتوفيق اشتركوا في القناة